السلام عليكم معكم علي أهلا وسهلا بكم الدرسان جديد إذا كنت أول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد نتكلم في هذا الفيديو عن الفعل GET وهو من الأفعال الشائعة والمشهورة في اللغة الإنجليزية من أرادة تطوير لغاته الإنجليزية عليه الانتباه لاستخدامات الفعل GET له استخدامات كثيرة نتكلم في هذا الفيديو عن جزء من هذه الاستخدامات ونتابع أيضا في فيديوهات إن شاء الله أخرى عن الفعل GET طبعا نعرف الفعل GET بالPresent بالمضارع الماضي GOT كما نعلم كل فعل له ثلاث تصريفات وعندنا الشكل الثالث للفعل GET هو gotten إذن GET GOT gotten مثل عندنا GO GO WENT GONE إذن ثلاث أشكال لكل فعل أيضا فعل GET له ثلاث أشكال GET GOT gotten أول استخدام الفعل GET بمعنى receive يعني يستقبل أو يتلقى obtain بمعنى يحصل على he got a letter from أحمد يعني تلقى رسالة من أحمد أو حصل على رسالة من أحمد إذن أول استخدام الفعل GET هو receive أو obtain أيضا الفعل GET بمعنى earn يكسب they get about forty thousand dollars a year يكسبون حوالي أربعين ألف دولار سنويا إذن فعل GET بمعنى earn يكسب إذن نحن نتعلم استخدام الفعل GET وأيضا نتعلم كلمات جديدة ممكن شخص ما أعرفها إذن GET بمعنى earn أيضا GET بمعنى buy يشتري where did he get that shared يعني من أين اشترى ذاك القميص إذن GET بمعنى اشترى why don't you get yourself a shared لماذا لا تشتري لنفسك قميص إذن GET بمعنى يشتري where did he get that shared why don't you get yourself a shared أيضا GET بمعنى sell يبين how much did you get for your car كم بعت سيارتك إذن how much did you sell ممكن نقول GET يعني كم بعت سيارتك get بمعنى bring يحضر أو يجلب go and get a share يعني اذهب وأحضر كرسي ممكن نقول بدون AND go get a share اذهب وأحضر كرسي ممكن بAND بس دائما باللغة الإنجليزية يستخدمون الإختصارات بدون AND بشرة go get a share إذن GET بمعنى bring يحضر أو يجلب get بمعنى pick someone up إذن لتحضر أو تجلب شخص من مكان لآخر عندك سيارة مثلا تحضر فلان من مكان معين I have to go and get my brother from school يجب أن أذهب وأحضر أخي من المدرسة إذن get بمعنى pick someone up أيضا get بمعنى punishment يعني شخص يعاقب بعقوبة معينة he got 10 years إذن عقبه بعشر سنوات مثلا in prison في السجن إذن got بمعنى يعاقب get بمعنى broadcast بمعنى bath أو يحصل على bath we can't get channel 2 in our city لا يمكن نحصل على bath القناة الثانية في مدينتنا get بمعنى mark علامة grade درجة إذن معنى علامة أو درجة he got a a in science and a a plus in english يعني درجته a في العلوم و a plus في اللغة الإنجليزية إذن get بمعنى mark grade أيضا get بمعنى illness مرض to be infected with an illness لتصاب بعدوى مرض معين to be infected إذن لتصاب أو تعدى أو تصيب كعدوى to suffer from a pain إذن لتعاني من ألم معين مثلا he got this called of you إذن أصيب بالزكام بسببك يعني انعدى من الزكام ب لأنك أنت مصاب بالزكام لذلك أصابته عدوى got infected she gets really bad headache يعني get بمعنى often suffers from يعني غالبا يعاني من إذن get بمعنى يعاني من مرض أو عدوى معينة she gets really bad headache يعني تعاني من صدا قوي حقا إذن get بمعنى to be infected يصاب بعدوى أو to suffer from يعاني من أيضا get بكون state حالة condition تكون في حالة معينة مثلا you will get used to the climate here يعني ستتعود على الطقس هنا أيضا get بمعنى يلبس أو يخلع مثلا to put your clothes on يعني لترتدي ملابسك إذن put on to take your clothes off لتخلى ملابسك إذن take off إذن get بمعنى to get dressed لتلبس to get undressed إذن لتخلى ملابسك إذن get dressed بمعنى put your clothes on to get undressed بمعنى take your clothes off أيضا get بمعنى to reach the point at which you feel something or know someone أو شيء ما لتصل لنقطة بأنك تشعر بشيء ما أو تعرف شيء ما you like them once you get to know them إذن تحبهم عندما تعرفهم إذن تحبهم عندما تعرفهم تصل لدرجة معرفتهم بالتالي سوف تحبهم she's getting to be an old lady now إنها إنها سيدة عجوز الآن إذن وصلت لمرحلة أصبحت سيدة عجوز أيضا get بمعنى make يجعل شخص أن يقوم بشيء معين persuade بمعنى يقنع أو يحث he got his brother to help him with his problem إذن أقنع أخاه أن يساعده بمشكلته got بمعنى أقنع it is not easy to get her talking about the problem إنه ليس من السهل أن تجعلها تتحدث عن المشكلة إذن get بمعنى make persuade إذن يقنع أو يحث أيضا get بمعنى get something done I must get my hair cut يجب أن أقص شعري I'll never get all this work finished سوف لن أنجز أبدا جميع هذا العمل أيضا get بمعنى start يبدأ I got talking to them بدأت بالحديث إليهم إذن got started إذن بدأ we need to get going soon نحتاج لننطلق أو نبدأ بالذهب حالا get بمعنى start أيضا get بمعنى opportunity فرصة فرصة الحصول على شيء ما it is not fair I never get to go first إنه ليس عدلا أو ليس من العدل لا أعطى فرصة الذهاب أولا get بمعنى arrive يصل we got to Spain at three o'clock وصلنا إلى إسبانيا في الساعة الثالثة got بمعنى arrived وصل get بمعنى move يتحرك travel إذن يسافر we must be getting home يعني يجب أن نتحرك للمنزل I usually أو usually اللفظة صحيحة I usually get the train to work يعني عادة أسافر بالقطار للعمل أو أخذ القطار أو أركب القطار للعمل إذن get بمعنى move travel بهذا الشكل نهاية درسنا لهذا اليوم تكلمنا فيه عن استخدامات الفعل get مع أحرف جر كل ما يأتي حرف جر معين يتغير معنى الكلمة أو ما يقبلها باللغة العربية أتمنى قدمت شيء الفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك للفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة